معي عبر الأقمار الصناعية من فاريس جراح العظام الإماراتي دكتور جابر الخيلي أهلا بك معنا دكتور جابر طبعا نتحدث عن هذا الموضوع تقنية الواقع المعزز وحضرتك شاركت بأول عملية زرع مفصل كتف بالعالم بمساعدة الواقع المعزز حدثنا أكثر لو سماحت عن هذا الموضوع عن دقته أهلا وسهلا مرحبا شكرا عن الاستضافة بداية نعم قمنا بالعملية الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في 5 ديسمبر بمشاركة الجراح الفرنسي دكتور توماس كريغوري كانت العملية في مستشفى أفيسين في باريس العملية كانت باستخدام الواقع الافتراضي واخوذة مايكروسوفت ألولينس عن طريق تحميل بيانات المرضى ثلاثية الأبعاد واستخدامها أثناء الجراحة وعن طريق هذه التقنية يستطيع الجراح ومساعديه بالإضافة إلى مستشاري من الخارج في التحدث وفي تحديد المكان المناسب لوضع المفصل الصناعي طبعا العملية كانت في القيام بمفصل صناعي للكتف كانت العملية استغرقت ساعة ونصف وكانت بمستشارين أيضا من أمريكا وبريطانيا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية كانت تجربة جديدة في عالم الجراحة جراحة العظام بشكل خاص وفي المستقبل نتوقع لهذه التقنية الكثير من التقدم والكثير من الفائدة سواء كانت للجراحين أو للأطباء المتدربين أيضا طبعا من خلال تحميل بنايات بيانات المرض ثلاثية الأبعاد بيانات المرضى يتم تحديد مثلا مكان زرع المفصل يعني هذه العملية التي قمت بها هذا صحيح هذا الذي قلته دكتور جابر صحيح؟ نعم في الواقع لما نرى الأشعة أو الصور الثلاثية الأبعاد قبل العملية لما نكون في العملية في الواقع أنت لا ترى العظم أو لا ترى المكان المناسب لأن هناك تكون الكثير من الأغشية لكثير من الأوعية الدموية الكثير من الأربطة في الحقيقة لا ترى المكان المناسب لوضع المفصل الصناعي المفصل الصناعي في الكتف خاصة يتطلب الدقة في وضع المفصل لأن أي خطأ أو أي عدم دقة في وضع المفصل الصناعي يتبعه الكثير من المشاكل بعد العملية سواء كانت آلام أو سواء فشل في وضع المفصل الصناعي لذلك كان وجود مثل هذه التقنية يسهل كثير ويعطي نتائج أفضل في وضع العمليات يعني إجابة وافية جدا لأنه هذا ما قصدته كيف تختلف عما سبق يعني دائما أنتم طبعا متوفر لديكم لأن كل البيانات بوضحة الفكرة طبعا هل هذا ينطبق على كل العمليات الجراحية دكتور جابر أم أنها سيكون في حاجة إليها بعمليات معينة لا شك في مستقبل واعد لمثل هذه التقنية في عالم الجراحة وعالم المدسم بشكل عام يعني في لأنه اليوم ما نحتاجها أو الخوذة الصناعية نستطيع تشبيهها بأي هاتف والتطبيقات التي نستخدمها اليوم نحن استخدمناها في الكتف هذا تطبيق خاص بالكتف ولكن في عمليات أخرى للركبة في عمليات أخرى للجراحين في الأوعية الدموية أو في الدماغ أو جراحة الأعصاب أتوقع أن هناك يجب خلق برامج أخرى جديدة وتطبيقها في مثل هذه الآليات فالمستقبل مفتوح لكل الجراحين والمستقبل واعد في مثل هذه التقنية الجراحية ولكن لعمليات بسيطة يعني لستم بحاجة لاستخدام هذه تقنية واقع المعزز أم بلى أم سيتم الاعتماد عليه في كل حالات اليوم نحن نستخدمها في العمليات التي نتطلب منها أكثر دقة وتتطلب منها أكثر دقة في تحديد مكان المفصل الصناعي لكن في المستقبل أتوقع ستكون أداة لكل طبيب أو لكل جراح يستطيع عنها عن طريقها استخدام النظر في الأشعة يستطيع عن طريقها فتح بيانات المريض أثناء العملية يستطيع عن طريقها التواصل في تعليم المتدربين الأطباء في المشاركة في العمليات في المستقبل مع جراحين آخرين في الحقيقة هناك أفق كبير جدا لمثل هذا التطبيق في العمليات الجراحية ولكن هنا لا نتحدث لن نبالغ ونتحدث عن أنه أصبحنا نتحدث عن نجاح مضمون أكثر لعمليات من خلال هذه التقنية صحيح وإنما أنتم كجراحين على الأقل نتحدث عن تسهيل في تسهيل كبير لعملكم من خلال هذه التقنية بالضبط هذا هو الخلاصة هي أداة إضافية ممكن تساعد الجراح في عملياته ولكن لا نستطيع الاستغناء عن أيدي الجراح وهناك طرق مختلفة أيضا للجراحين مختلفة ولازال المستقبل أيضا لاستخدام هذه الآلية وفحصها والنظر في نتائجها في المستقبل لتحديد ما إذا كانت هي تحقق فعلا نتائج مختلفة عن الاستخدام اليدوي بدون استخدام هذه التقنية الآن لا يمكنكم الحكم على هذا الموضوع يعني حكم أول الآن نحن ما نراه في الحكم الأولي مبهر الحكم الأولي نستطيع من خلالها تحديد النتائج التي قمنا بها خلال العملية وصور الأشعة ما تمت بعد العملية بيّنت أنه فعلا هناك في توافق ما بين الأمرين لكن هناك لازال أفق كبير لهذا المجال لتحديده أفضل لازال هناك شوط كبير في هذا المجال لاستخدامه أيضا في مجالات أخرى شكرا جزيلا لك جو يعطيكم ألف عافية شكرا من باريس جراح العظام الإماراتي دكتور جابر الخيلي